خلينا نروح الوقت سريعا لموجز لهم وآخر الأنباء بصحبة زميلة نلم يا حمدين اتفضل للم شكرا لك مصطفى أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بقطع الشركات الناشئة وملف ريادة الأعمال مشيرا في هذا الصدد إلى قرار المجلس الأعلى للاستثمار بإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء لوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنموه والزهار الشركات الناشئة جاء ذلك خلال لقاء بمقر الحكومة بالعالمين الجديدة مع مسؤولي شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة حيث أكد رئيس الوزراء الاهتمام الكامل بإنشاء المنصة الخاصة بريادة الأعمال والشركات الناشئة مشيرا إلى أنه سيتم التعاون مع انطلاق في هذا الصدد وموجها بسرعة عقد اجتماع حول هذا الشأن شدد رئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلية بنيامين نيتانياهو أعرب بايدن عن قلقه إزاء التوسع الاستطاني الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن الولايات المتحدة سترسل مقاتلات إضافية من ترازي F-35 وF-16 إلى جانب باريجات حربية إلى الشرق الأوسط في محاولة لمراقبة الممرات المائية الرئيسية في المنطقة وقالت سابرينا سينجل متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن البنتاجون سيعزز وود وقدرات واشنطن على مراقبة ماضيك هرموز والمياه المحيطة ومنذ عام 2019 وقعت سلسلة من الهجمات على سفن في مياه الخليج الاستراتيجي الذي يمر نحو خمس الشحنات العالمية من النفط الخام والمنتجات النفطية عبر ماضيك هرموز أكد الرئيس الأوكراني بلودمير زلنسكي أن بلاده مستعدة لمواصلة صادراتها من الحبوب عبر البحر الأسود رغم إعلان موسكو انتهاء الاتفاق وقال زلنسكي أن مبادرة الحبوب يمكن أن تظل ساريا دون مشاركة موسكو مشيرا إلى أن أوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا يمكن أن تضمن بشكل مشترك تشغيل ممر الغذاء وتفتيش الصفون وصلت فرق الإنقاذ التابعة للأمم المتحدة لبدء عملية نقل الوقود من خزان صافر المهدد بالغرق على سواحل اليمن منذ سنوات وأوضحت الأمم المتحدة أن سارفينة نوتكا ستبدأ خلال ساعات عملية ضخ 1.14 مليون برميل من النفط من النقلة صافر المهجورة وذلك بهدف تجنب تسريب نفطي كارثي في البحر الأحمر وطوال السنوات الماضية أعقت الحرب في اليمن جهود تفريغ الغذان قبل أن تتوصل الأمم المتحدة لاتفاق يضمن بدء العملية بلغت درجات الحرارة مستويات قياسية جديدة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وقالت وكالة الفضاء الأوروبية أن أوروبا قد تسجل هذا الأسبوع أعلى درجة حرارة فيها على الإطلاق تحديدا في جزاريتي سقلية وسردينة الإيطاليتين حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 48 درجة مئوية يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول الذكاء الاصطناعي لأول مرة وكانت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وردوتا قد أكدت أن الجلسة ستبحث تشجيع اتباع نهج متعدد الأطراف في إدارة الإمكانيات والمخاطر الهائلة التي يجلبها الذكاء الاصطناعي للعالم مشاهدينا انتهى موجز الثامنة ونعود لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل